اشتركوا في القناة جبنا مادة اسمها تكسابون هي المادة اللي بتعطي الرغوة هاي المادة في منها نوعين نوع مستخرج من الجوز الهند والنوع الكيميوي مستخرج من النفط نحط كمان زيت زيتون الأسلي نحط زيت الغار كلها مواد طبيعية طرابة حلبية هالطرابة بتساعدك مفيدة كتير للشعر هاي هالطرابة موجودة بس بجبيل بحلب بسوريا عملية الخلط بتصير بقلب برميل وخلط منحط اول شي الماي ونحط التكسابون منبلش الدواب التكسابون نرجع منحط له منضيف على التكسابون العكبر منزيد الزيت منزيد العطر الطبيعي ونحط الاطرابة الحلبية المشغل خليني اطلع بهالفكرة انا اساس شغلي صناعة المنظيفات صناعة المنظيفات الكيموية المشغل بده شغلي تكون مفيدة للبيئة فكانت الفكرة الاساسية هي انه نكون عم نعمل شيء خالي من المواد الكيموية وطلعنا باول فكرة اللي هي الشامبو اكسترا لايف الشامبو طبيعي مية بالمية فيكن تخدوه على المختبر وتحللوه طبيعي مية بالمية وهالفكرة يمكن اول مرة بتصير بمنطقتنا كلها بكل منين اول مرة بتصير المشغل خليني ابتكر بكتير شغليات يعني فكرت كيف بدي اعمل هاش الصنف فكرت كيف بدي طور من حالي كيف بدي كبر معمله وكل ما يطور الشغل اكيد رح يصيد عندي شغلي اكتر بخفف من يد البطالة بمنطقة برالياس نهر الليطاني يعني كل العالم تعرف انه هانه النهر تلوث يعني 60 بالمية من التلوث هو من المواد الكيموية اللي عبتروح بالصرف الصحي بهالطريقة ازا انا عملت هايك وكل ما عمل بلبنان عمل طريقة الفكرة اللي انا عم بعملها بيخف التلوث بهالنهر انه هاي ده النهر عمل امراض كتير خصوصي بمنطقة برالياسر فيه اكتر من 30-40 حالي سرطان ببرالياس من ورا ريحة النهر هدفي اني طور حالي واني طور شغلي واهم شي انه اقدر صنع كل المواد تنظيف ويكون كله طبيعي